بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم مع بعض عن الهوكس هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها كاستوم هوكس او الهوك المخصوص اللي هو باختصار شديد احنا اتكلمنا عن ستة او سبعة بلد ان هوكس يعني حاجات موجودة جوه الرئاكت فانا عاوز اعمل هوك خاصة بي انا طيب هتقول لي طبعا هعمل هوك خاصة بي انا ليه هقولك ان انت هنا التعريف يقولك بلدنج يور اون هوك طب يعني ايه الكلام ده تعال كده نبص مع بعض كده على الكود بتاعنا واحنا هنفهم ايه المقصود بالكلام ده انا طبعا عملت كمبوننت جديد سميته كاستوم هوك وعملت له كالعادة في الاب فطبعا ظهر قدام هنا طبعا هو فاضي ما فيوش اي حاجة انا باختصار شديد دايما بنحاول نخلي كمبوننت ده موجود اغلب الكود اللي فيه جي اس اكس يعني ايه بنعرض الديزاين بتاعنا هنا لو فيه كود لوجيك بنحاول ان احنا نفصله يعني ايه الكلام ده يعني زي مثلا ما احنا عملنا فولدر مفاصل اسمه ريديوسر وعملنا فيه اه او خزننا فيه بعض العاملات اللي ممكن تتم بنحاول ان احنا نعمل فولدر تاني مخصوص بنسميه لهم كاستوم هوك او كاستوم هوكس اي حاجة ونحاول نحط جواه كود بيقوم لنا بوظائف معينة نقدر نعمل لها ريوس بمعنى انا دلوقت دي لما كون بشتغل في موقع وليكن تجارة الكتروني او موقع لعرض الاخبار او المقالات او كلام ده كله فبالتالي انا كل شوية محتاج ان انا اجيب داتا او اعرض بيانات من اي باي او من باك اند او كده كويس فبالتالي انا بدل ما كل شوية اعود اجي جوة هنا الفانكشن بتاعت دي او جوه الكمبوننت بتاعي هنا اعمل او او امشان مثلا تمام ولا اعمل اي حاجة واجي جواه هنا اقعد اكتب القوت بتاعي فباك اند انا بدي مثال صغير طبعا ده use effect تمام اجي هنا في ال use effect دي واجي اروح حطر ال url استخدم مثلا فتش طبعا فتش انت عارفها اللي هي بتاعت اه ان انا بجيب البيانات او باتصل باي url فتش دي حاجة قبلت انه جواه جوابا سكريبت يعني ده مش كود الاكت ده كود جوابا سكريبت المفروض ان انت تبقى عارفها ولو مش عارفها في الدروس اللي جاء احنا هنتكلم ازاي تجيب data من على اي ابقائي فهنتكلم عنها بالتفصيل اكتر بس باختصار شديد يعني انا مثلا هنا عندي فيه موقع اسمه placeholder json لو كتبت بس في جوجل كده هيديلك الويب سايدنا الموقع ده اهو باختصار شديد بيقولك طبعا هو بيديك url فيه داتا جهزة طبعا فانت بتيجي بتبعد الكلام ده للفتش بس انا عاوز يجيب لي كل التدوز اللي موجودة عنده وبنيجي هنا بنقوله zin طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل موجول لبعدين فما نشغلش بالك بس المفروض ان الكلام ده انت بتكون يعني عارفه دلوقتي تمام؟ يعني دي حاجة موجودة جوا لشابة script نفسها طيب هنا response اللي هيرجع لي هقوله response.json لو مش فاهم انا بعمل مش مهم انا كده كده هشرح الكلام ده كله تاني. انا كل حكاية ان انا عاوز اجيب data من على النت تمام؟ هجي هنا اقول له console.json اطبع لي data. طبعا ده url حقيقي. انا هطبع data اللي راجعي. بفكرة كلها باختصرش ان انا ببعت له url وبعد كده بعمل زن لانه يعتبر هنا ده promise. تمام؟ فبيركع لي response بتاعي فانا بستقبل response بتاعي عبارة عن arrow function عبارة عن متغير فبقول له response.json يعني رتبهولي على شكل json. وبعدين النتيجة اللي راجعت لي بس تقبلها بزن تانية وباجي هنا باطبعها على شكل ده. فهنا طبعا بيقول ان use effect is not defined يعني انا ما استدعتهاش. انا عاوز بس بفاهمك ايمة الكاستوم hook او الهوك اللي احنا بنعملها لو جينا نشوف الان اسبكت هنا. console. هنلاحظ مطبوع عندنا هنا فيه array. الarray دي موجود فيها بس. حاجات كتيرة جدا طبعا ال data اكترا جدا. ال data دي جاية من ال url فباختصرش دي. طبعا ال data دي المفروض ان احنا بناخدها ونعرضها وكلام ده كله ونعمله ما تغلوش. ولكن انا مثلا هنا عملت الحتة. طي انا اوقات تانية بابقا عاوز اخد ال data دي. تمام بعد اما جات وخزنها في use state وعمل مش عارف كزا و return كزا وي 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 وكلام ده كله. يعني مثلا كمثال بكون معرف هنا use state. تمام طبعا لازم use state براءة برضو استدعيها فوق عشان ما يضربش مني. هندي initial value الر فاضية. هنقول له هنا من فضلك خليني set state يعني بدل ما نعمل عاملية طبعا. تمام? هقول له ايه? set state. فخزن لي من فضلك البيانات بتاعتها. واجه هنا على الشاشة. لو قلت له مثلا اعمل البيانات بتاعتها بالتفصيل موبايل. الماب طبعا يبقى جواه item فانا لو جيت هنا قلت له من فضلك return هنعمل هنا كأنها function تمام? طبعا الكود ده مش جديد فعشان كده انا مش مشرح بالتفصيل مومي. انا كل حكاية ان انا بفتش داتا عن طريق دلة الفتش اللي هي حاجة موجودة جواه الشيبا سكريبت فانا لسه مشرحتش اي حاجة لديه تمام? فنيجي هنا وطبعا انا عاوز جواه اللي اللي هي البروغراف يعني اعرض الائتم.مسلا تايتل انا مش عارف اي الخواص اللي هو. طيب احنا ممكن نشوف الريزبونس فموجود جواه هنا بالريزبونس ده اللي بيرجعلي تمام? فبيرجعلي لتايتل بتاعي. ففعلا هنا عرض لي كل التايتل اللي عندي فدي ده تحقق موجودة كأنك بتامل على سيرفر بس طريقة العرض مش كويسة مفروض بقى ان انا اعرض وعمل ستايل بس مش هنعمل اي ستايل دلوقتي احنا بنشرح الفكرة فانا باختصرش ده. عملت ده يوز اكفكت يوز اكفكت دي بتستخدم فتش وبتاني بكرر ان الحتة ده انا هشرحها بالتفصيل في الدروس اللي جاية هي والحاجة تانية اسمها اكسوس فهمت الاشي المهم ان انا كوت ده بيرجعني الداتا دي من على الاي باي اللي هي الجهزة دي وبخزنها في الستد دي وباجي هنا بعرض الستد دي بلف جواه كده او ممكن تعرضها طبعا على شكل اتش وان طبعا هيبقى شكلها اكبر شوية طيب طيب ماشي المهم ان انا كده عملت الكلام ده كل طيب ايه الجديد اللي انت شرحته انا مش الجديد اللي انا شرحته مش الجوز ايه دي الجديد اللي انا شرحته او اللي انا هنشرحه ان انا طبعا عندي حاجة اسمها البيس يورل اللي هو الورل بتاعي الويب سايت الرئيسي بتاعي اللي هو الحد هنا واي حاجة بعد الاسلاج دي بقى بتبقى الحاجة الفراعية فانا مش عاوز كل شوية في اكتب الورل بتاعي تمام دي حاجة تاني حاجة انا هستخدم الموضوع ده كتير قوي يعني انا كل شوية هبعت يورل للفيتش وترجعلي الداتا بتاعي طيب وانا عاوز استقبل فانا مش عاوز اكتب ده كده بنسميه كود لوجيك كويس فانا جوا كنبول انت ده انا عاوز اخلي الكود على اد الجي اس اكس بس عشان ما عودش اكتب كود لوجيك احنا انا طبعا كتبين كود خمسة تسطور ولكن لو فضلت تكتب لوجيك ممكن تكتب متين تلتمية سطر ده طبعا عك والدنيا كده هتخش في بعض ففي الحالة دي بنعمل كاستم هوك كاستم هوك يعني بنعمل ده لتنفذ لنا حاجة معينة احنا اللي مخترعينه عشان مش كل شوية نقعد بنعملها طبعا جوا كاستم هوك مثلا هنعمل حاجة هنسميها فيتش داتا دول جي اس برضو هتبقى عبارة عن الاكت ارو فانكشن كومبولنت عادية جدا مفهاش اي حاجة وهنيجي جوا هنعمل جوا ايه هننفذ نفس الفكرة اللي احنا كنا بنعملها دي تمام طبعا انا ممكن اخليها فانكشن عادية او ممكن اخليها بتريترنيلي جي اس اكس زي ما انا عاوز بس في الحالة دي انا مش عاوزها تريترنيلي جي اس اكس او اي حاجة هلغي اصلا الرياكت دي دا اللي عادية جدا جوا سكريبت تمام هاخد الكود دا كده كوبي او قط بقى خلاص ونروح هنا كويس كويس بس الURL دا دايما هيبقى متغير فانا هازفه زي كده الURL دا واخليه عبارة عن برامتر انا بستقبله هاخد الURL دا وحطه بقى الفيتش تمام تمام وارجع الريسبونس وحطه هنا في الدلة دي وفي الاخر خالص هعمل الريدر اللي هي الداتا بتاعتي بمعنى صح او ممكن نسميها داتا تسميها زي ما انت عاوز فدي كده دالة بسيطة خالص احنا بنسميها كاستم هوك كويس اللي هي الدلة دي انا هبقى تلقى يقول رأي اله هترد علي بالداتا بتاعتي مباشرة انت تعال نستخدمها طبعا نسيت اقول حاجة نيو فضل تسمى دايما الدلة بتاعتك يوز على اساس ان هي تبقى شبه الكاستم هوك ممكن تسميها اي اسم انت عاوزه ولكن طالبا هنعمل فولدر لشان نبقى شغله منزب نسميه custom hook ويبقى نسميه use والكلمة التانية او الحروف اللي بعد كده كابتة تعال نجرب نستدعي الكلام ده طبعا use state و use effect ملحومش اي فايدة بالنسبة لي هنا انا كل الحكاية هعمل import للحطة دي from و ادي اسم الفايل طبعا انا موجود بوقكم بونات فعاوز اطلع بره وصل لفولدر ده فعدوز كنين . وبعد كده اخش في custom hook وبعد كده اخش في الفيتش ده تمام تمام طيب دي بتريترنلي ايه في الاخر بتريترنلي از ار ايه معنى صح فهنيجي هنا نقول له كونست ولا كونست او ممكن تسميها data سميها زي ما انت عاوز هنيجي هنا وكل الحكاية نحن هنبعت لها url بتاعنا اللي هو ايه url بتاعنا اللي هو ده فبالتالي هي هتروح للدلة اللي اسمها fetch data وترنت عليها بالresponse والresponse ده هيرجع عليها على شكل state تمام تمام والنتيجة هنا هي اللي احنا هنعمل ماب عليها او هي اللي احنا هنعمل كده طيب طبعا هو بيقول ان من use state و use effect not defined في الى فتش data او او نسينا ان احنا نسينا ان احنا نعمله فنحنا هناخد ده كده كوبي ونروح نعطه هناك حتى يعرف او اذا طلع لينا نفس النتيجة في الاخر فهدا با اختصرش ده بدل ما ا انا ا اا يعني بدل ما انا اكتب قده كله فكل كومبولنات لا بقى اصبح عبارة عندي عن سطر واحد لو كبرت كده هيبقى هو سطر واحد طبعا في حركة كمان هنعملها قدام شوية ان نحن نخلي الURL ده متخزن في مكان تاني لواحد الURL ده عشان ما عادش كل شوية اكتبه ليه؟ عشان لو انت شغال بتبقى شغال على ال local host طبعا لما ترفع ال project بتاعك على صفر حقيقي هيبقى لي اسم زي كده جيسون و هولدر مش عارف دوت كذا دوت كذا فانت هتستخدمه جهة الابليكيشن بتاعك فانت مش عاوز تغيره في كذا ملف انت عاوز تخزنه في مكان واحد ولو غيرت الURL بتاعك تغيره مرة واحد تمام تمام دي كده تسمى custom hook ولكن هي في الواقع هي ده اللي عادية جدا بس بيسموها custom hook عشان انت بتعملها تنفذ لك كود معاية وجوها اقدر استخدم كذا hook تاني يعني هنا استخدمنا use state استخدمنا use effect نفس الفكرة اقدر اغير اقدر اعمل حاجة تانية اقدر اعمل اللي انا عاوزها فاحنا ممكن بنقعد نعمل كده بقى هنا مثلا عملنا custom hook بتفتش بتفتش الداتا وترجع انا ببعت لها url بتفتش الداتا ممكن اعمل custom hook تانية عشان نبوست الداتا عشان ندخل بيانات في جدوة الموجودة عندنا هنعمل الكلام ده كله بس قدام طبعا ممكن اعمل custom hook تانية عشان تعدلي ممكن اعمل custom hook تانية عشان تعمل اي اي حاجة في الدنيا فده حاجة سهلة وجميلة كلوجيك ان انا بافصل اللوجيك بتاعي ادي كده مثلا custom hook دي موجود فيها اللوجيك بتاعي اللوجيك اللي هو ان انا بفتش داتا بجدت داتا بعمل اي حاجة كلا الكمبولنت يبقى على قد جي اس اكس بس بتاعي والاستدعاء بتاعي ال hook ده تمام تمام فا اعتقد كده الامور واضحة بنسبك بنا ده طبعا مثال بسيط على custom hook ولكن واحنا شغالين في البروشيك بحقيقة هنعمل custom hook كتير وكبيرة وفيها شغل على كتير موسيقى موسيقى موسيقى